السلام عليكم ورحبا بكم في هذا الفيديو الجديد سمعنا اليوم وزير الصناع أحمد زغدار صرح وقال أنه هناك أربع موديلات سوف يتم إنتاجها في الجزائر قبل نهاية سنة 2023 من علامة فيات قبل قليل وصلتنا بعض المعلومات حول العلامات التي سوف أو الموديلات التي من الممكن إنتاجها في الجزائر خلال سنة 2023 رح نقدمها لكم في هذا الفيديو الموديل الأول يتعلق بفيات أونو هذه العلامة كانت أصلا متواجدة في الجزائر وكثير من الجزائريين فهل السعر التاحة رح يكون ابتداء من 150 مليون سنتيم بالنسبة للعلامة الثانية اللي هي علامة فيات موبي والسعر التاحة رح يكون حوالي ابتداء من 160 مليون كذلك كاين سيارة نفعية رح تكون حاضرة في الجزائر خلونا نتكلم إلا على السيارة السياحية كاين كذلك علامة فيات أرغو كذلك رح تكون حاضرة في الجزائر إن شاء الله السعر التاحة رح يكون ابتداء من 240 مليون كذلك كما رحكم تشوفوا هذه قرونت سينا كذلك السعر التاحة يكون ابتداء من 180 مليون هذه أربع علامات سياحية اللي ممكن رح تكون حاضرة في الجزائر مع الأسعار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر